حتى الحزب نفس العدالة والتنمية كان يتوقع أن يحل أولاً في المركز الأول لكن نحن في المغرب كنا نعتقد بصدق أنه لن يحتل المرتبة الأولى لكن كنا نتوقع أن يكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة لكن أن ينضح حرق إلى تقريباً ما قبل الأخير فأعتقد هذا صعب طب شو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب الأساسي هناك نسبة من التسويت العقابي بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة التي ارتكب حزب العدالة والتنمية المغربي في حق المغارب فهو قد أجهج على كل الحقوق المتبقية للشعب المغربي الذي يعاني وأعتقد هذا بالأساس المعاناة الأولى طب هناك جدل حول هذه القضية أستاذ عبد الرزاق أيضاً أنه هل الأسباب العقاب تتحدث عن معاقبة الناخب المغربي لحزب العدالة والتنمية يمكن أن نحدد باختصار أن الجزء الكبير يعود أولاً إلى القرارات الأشعبية التي اتخذها في حق المغاربة بالإضافة إلى ملف التطبيع باعتبار أن سعد الدين العثماني وحكومة العدالة والتنمية المغربي كانت تجر إلى التوقيع مجموعة من المعادة من بينها اتفاقيات التطبيع دون أن يكون لها رأي أو قرار وبالتالي هذا كان جزء من المخطط من أجل إنهاء مرحلة الإسلام السياسي في المغربي التطبيع كانت الدربة القاضية التي أدى تمنها حزب العدالة والتنمية المغربي بالإضافة إلى القرارات الأشعبية المتخدة هنا يجب التأكيد كذلك على معطى أساسي ليس فقط حزب العدالة والتنمية المغربي والذي طبع فكل أطراف الحكومة كانت مساهمة في هذا التطبيع لأنه لا حزب انتفض ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الجانب الآخر علينا أن نستحضر الملفات الحقوقية لحكومة سعدين العتماني فلقد تمت الإساءة إلى ساكينة الريف من خلال البيان الشهير بيان الإدانة في حق مناظر حراك الريف الذين تمت صفيتهم قبل أن يقول القضاء كلمته ملفات أخرى اعتقال الصحفيين اعتقال الحقوقيين تضيق على الحقوق والحريات التراجع الكبير في مجموعة من المجالات ناهيك على أن الحقوق الأساسية التي يجبون أن يتمتع بها المغربين تتوفر له الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في الشغل ثم الحق في الصحة أعتقد هذه الحقوق الأربعية التي تضمن المواطنة الكاملة لم يستطع حزب العدالة المغربي أن يوفرها لعامة الناس بل أكثر من ذلك كما قلت أنه الحقان